اشتركوا في القناة سموه التهاني والتبركات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه مؤكدا سموه أن ميثاق العمل الوطني دفع لتحقيق نهضة رياضية شاملة ساهمت في رفع مستوى الألعاب الرياضية وكفاءة منتسبيها مضيفا سموه أن ذلك مهد الطريق للفرق والمنتخبات الوطنية أن تحقق الإنجازات وأن ترفع علم مملكة البحرين عاليا في مختلف المحافل والمشاركات حيث عزز ذلك من المكانة المرموقة التي تحتلها البحرين على مستوى خارطة الرياضة القارية والدولية وأضاف سموه أن ميثاق العمل الوطني يشكل رؤية ثاقبة رسمها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة رعاه الله في بناء حاضر ومستقبل مملكة البحرين والتي انبثقت منها صروحا من المنجزات على مختلف الأصعدة وإنها لمناسبة عزيزة نستذكر فيها قيم الولاء وروح الوحدة والتمسك بالثوابت الوطنية الراسخة والإنجازات المتميزة التي تحققت في ظل المشروع الإصلاحي للعاهل المفدة رعاه الله والذي يعد علامة مضيئة في تاريخ البحرين وسيكون خالدا في الذاكرة الوطنية وأشار سموه إلى أن الميثاق الوطني سطر أجمل صور التلاحم بين القيادة والشعب والذي عكسته نسبة التصويت التي بلغت 98.4% موضحا سموه أن ذلك ساهم في التأكيد على ما تضمنه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدة أيده الله ورعاه من أهداف تنموية شاملة رسمت لحاضر مميز ومستقبل أكثر إشراقا وتقدما ترجمة نانسي قنقر